بحسب مسؤول في نادي الزمالك قلت لنا ان ادارة نادي الزمالك لم تعترض اطلاقا على موعد مباراته مع بيراميدز في كاس السوبر المصري مبارات الزمالك والمصري والبيراميدز في السوبر هتبقى الساعة 4 و5 فيك الناس قالوا ان الزمالك هيعترض على الامر دوت الزمالك ما اعترضش خالص والزمالك هيلعب المبارات في الموعد المحدد دون اي ازمات او مشاكل طيب هل فتوح هيبقى موجود مع الزمالك في السوبر ولا لا بنسبة كبيرة تتخطط 90% فتوح هيكون خارج قائمة الزمالك في السوبر المصري مع اقتراب حل مشكلة فتوح والازمة والقصص والحكايات والقضية والكلام ده كله كلام كان عن ان فتوح ممكن يبقى موجود مع الزمالك في السوبر الحقيقة انه الزمالك يرى انه اللاعب ما زال غير جاهز بدنيا وبطبيعة الحال غير جاهز نفسيا للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة القريبة القادمة ففي صعوبة كبيرة جدا جدا ان فتوح ممكن يبقى مع الزمالك في السوبر المصري جكرا